السلام عليكم مرحبا بكم اخواني في درس جديد على قناتكم استفامعان اليوم ان شاء الله سنهضروا على الهولد ديال البايبار اولا قبل ما نبدأ سمحوا لي الناس ديال دروب شيبين لانني فعلا مبقيتش كنحط فيديوهات بزاف على هاد المجال لان مجالات اخرين ولو كيد ديوا لي الوقت اكتر واكتر وكذلك لان الدورة اللي قمت بها سابقا على دروب شيبين من السفر كذبا لي بانها موجزة وجود فيها على جميع التساؤلات ديالكم وحطط فيها جميع الفيديوهات اللي غي يعونكم كمبتدئين باش تحترفوا ان شاء الله المجال اذا اخواني في الفيديوهات القادمة غنحاول ندير فيديو صغير جوج دقائق ثلاثة دقائق وغادي نجوب على بعض الاسئلة اللي كيجيوني من الناس ديال دروب شيبين وكذلك من مجالات اخرى اللي خاصة بالربح في الانترنت لان فعلا بايبار فهو ضروري وضروري لجميع الناس اللي كيخدموه في الانترنت اذا اليوم غدي نعرفوا اشنا هو الهولد ديال بايبار اللي كيتشكمنه بزاب ديال الناس الهولد بايبار هو الحجز المؤقت على الفلوس ديالك مباشرة من بعد ما دخلت الحساب ديالك في بايبار اذا السؤال هنا هو علاش كيجينا هاد الهولد اسيدي هاد الهولد كيتعتبر من احسن الميزات اللي كتقدمه بايبار للناس واللي بسببها كيتكاتروا الاعداد ديال الناس اللي كيف تضلوا بايبار كطريقة دفع لان فلوسهم كتكون في امان فانتا كمشتري الى مشيتي وشيرتي منتوجات او خدمات اونلين يعني عبر الانترنت فارك خمسين في المياه غدتتعرض النصب لان نصابة كتار في هاد المجالات وصعيب انك تجنبهم وخدتكون متمرس في هاد المجال وبالتالي البايبار دارت هاد الهولد كطريقة باش تحافظ لك على فلوسك وتبعد عليك النصابة فمثلا الى اخدتي شمنتوج وخلصت بالبايبار وكان هاد السيد اللي باعليك عنده بايبار جديد فرد بايبار ما غاديش تقفيه ما غاديش تدوز له الفلوس وغادي يدوزه الهولد بمعنى ان الفلوس غا تصله للحساب دياله ولكن ممكنش يخرجها ولا يستبد منها الا من بعد ما كتنتهي واحد المدة اللي كتقدرها بايبار واللي كتحتدها حسب المنتوج او الخدمة وكتكون هاد المدة بين 24 ساعة 7 ايام 14 يوم وغالبا 21 يوم اذا ده با كيفاش نقدر نتجنب هاد الهولد ونستبد من فلوسي قبل من هاد المدة فالجواب على هاد السؤال بسيط جدا مثلا انا خديت من عندك واحد المنتوج وهاد المنتوج كان عبارة على خدمة مثلا قديت لك لوغو او قديت لك شي ديزاين وخلصتيني وتوصلت بالمنتوج ديالك والمنتوج خديتي في اقل من النهار يعني هنا كل شي غادي مزيان اشنو كندير انا كتوصلني الفلوس ديالي ولكن كيتحجز عليها كيقولوا لي مثلا 14 يوم عادة غادي استفد منها كيخصني نمشي عندك انتها اللي شريتي من عندي هاد الخدمة ونطلب منك انك تدخل البايبال ديالك وتمشي لمكان هاد الدفعة اللي قدمتي ليها وتدير بانك توصلتي بالمنتوج وكل شي هو هادا يعني غاديدير كونفيرمي بان المنتوج توصلتي به وبالتالي البايبال كيوصلوهم هاد الميساج او الرسالة وكيقولو بان هاد المعاملة تمت بنجاح وكيدوزو لك فلوس البايبال ما كدبقاش في الهود تقدر تستفد منها تقدر تخرجها وكذلك تقدر تشري منها منتوج او تشري منها شي خدمة انت كذلك وكلما كان عندك البايبال القديم وفي هاد اللي ترونزاكسيون كتير الا هو البايبال كتتق فيك اكتر اكتر وما بقيش كتشد لك الفلوس ديالك في الهود اذا هذا هو الدرس ديال اليوم اخواني كان سهل وبسيط في فيديو جاي ان شاء الله غادي نهضروه على الليميت وكيفاش نتجنبو هاد الليميت كونو في المواعد اذا اخواني اذا اعجبكم هاد الفيديو ديروا جيم وبرتاجيه مع الاشخاص المهتمين بهذا المجال لان هاد البرتاج و هاد جيم هو اللي يدعمنا باش نديروا مجهودات كبيرة كبيرة بس نوصلوا لكم المعلومة مبسطة وإذا كانت اخي اختي هاده هي الزيارة الاولى لك للقناة فلا تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلتم الجديد ديالنا اول باول دمتم في رعايت الله اشتركوا في القناة